الحاجة التانية حطينا ان احنا في نفس التوقيت يجب ان يكون هناك علم لكل السادة المرشحين بموعد الظهور واجب ان تختار كل مرشح الموعيد التي تتوافق مع برنامجه ومع توقيتاته ومع حملته الدعائية فبعتنا لهم في توقيت واحد لكل السادة المرشحين كل السادة المرشحين اصبح لديهم حرية الاختيار توقيت الظهور بالتنسيق من خلال القناة وايضا بالتنسيق مع ادارة الاعلام في النادي الاهلي ممثلة في الزميل الفاضل الاستاذ جمال الجبر ايضا وضعنا مجموعة اخرى من المعايير يجب ان تكون هناك محددات واحدة للأسئلة التي تطرح على السادة المرشحين ويمكن ايضا من هو الذي يستطيع ان يقدم هذا البرنامج بحيادها كاملا مش عشان حضرتك موجود احنا حطينا مجموعة من الاسماء ومجموعة من الاختيارات يجب ان تكون هناك ايضا اسئلة واحدة وايضا اسئلة تتناسب مع طبيعة المناصب رئيئا مرشح لرئيس مجلس الادارة يمتلك الرؤية الكاملة لمجلس الادارة القادم ايضا مرشح على مناصب اخرى يجب ان تتناسب الاسئلة مع طبيعة المناصب المرشح لقش المرشحين من الشباب ايضا رؤيتهم لمستقبل النادي الاهلي وكيف يمكن ان يساهموا في هذه الرؤية المستقبلية باعتبار ان النادي الاهلي الفلسفة الاساسية للنظام الاساسي عندما حدد المناصب او المعدد المرشحين في كل منصب وفي كل مرحلة سنية كان الهدف الاساسي هو استدامة واستمرارية اجيال النادي الاهلي وده مبدأ تاريخي عند النادي الاهلي دايما انتفى كلمة تاريخ المبادئ ان جميع اسرة النادي الاهلي هي اسرة واحدة ويجب ان تمتصل لقيم النادي الاهلي وده جزء من المبادئ التاريخية اللي هي الكلمة التانية ايضا ان احنا كمان في انتخابات ايضا تتفق وعملية التطوير اللي كدها النادي الاهلي خلال المرحلة اللي فاتت وبالتالي نحن يجب ان تكون لدينا رؤية تطويرية من خلال كيفية استثمار المنصات الاعلامية القوية التي يمتلكها النادي الاهلي في تطوير التواصل مع اعضاء الجمعية العمومية الذي سوف يكون لها حق التصويت على الانتخابات وايضا على الجمعية العامة زي ما حضرتك بتحب تذكر دايما جماهير النادي الاهلي العريضة وده دايما مسئولية ايضا تاريخية للنادي الاهلي ومنصاته الاعلامية تجاه جماهيره دايما ما يحدث في الداخل يجب ان ينتقل بكل شفافية وبكل نزاهة الى جماهير النادي الاهلي العريضة ليس فقط داخل مصر ولكن الموجودة في الدول العربية وفي القارة الافريقية وفي كل ارجاء المعمورة اللي احنا دايما بنفتخر به مدولة مصدر دعم وقوة النادي الاهلي دائما شكرا